اشتركوا في القناة واشر إلى عدد من النقاط الهامة أولا فرق بينما سماها قائمة الموقوفين وبينما قائمة المعتقلين قال أن عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة تجاوزت السبعة ألاف أما من جرأ اعتقالهم رسميا فهم ثلاثمائة وتسعة عشرة فقد كذلك تحدث عن أرقام القتلى والجرحة من المدنيين ومن العسكريين وكذلك من من العناصر الانقلابية على حد وصفه كان لافتا أن العدد الأكبر من من قضوا نحبهم في هذه المحاولة الانقلابية كانوا من المدنيين الأتراك يتناقلون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا جديدة تكشف ما جرى في الساعات الأولى من المحاولة الانقلابية وتكشف هذه الصور أن التصدي للدبابات الانقلابيين لم يكن فقط في الميادين الرئيسية وفوق الجسور البسفور وإنما في عدد مختلف من المدن التركية بين الحين والآخر تتوارد إلينا أنباء عن القبض وإقالة وتوقيف عدد من المتورطين في هذه المحاولة الانقلابية الشارع التركي لم يهدأ منذ تلك المحاولة وكان لافتا أن ابن علي يلدرم أكد على الشعب التركي أن يواصل عمله في الصباح ويتوجه إلى مدينة تظاهر في المساء حتى يواصل حماية الديمقراطية وهذه كانت دعوة رئيس الوزراء التركي اليوم مشاهدين الكرام هو يوم العمل الأول في الإسبوع التركي حيث كان أمس وأول أمس هي أيام عطلة رسمية تجولنا على المتاجر وعلى البنوك وعلى الصرافات كل المصالح تقريبا تعمل وكأن شيئا لم يكن البنوك أماكن الصرافات المصالح الحكومية الشركات الخاصة الطرقات العامة الأسواق الشعبية للخضار والفاكهة حتى شبكة المواصلات العامة تعمل اليوم لليوم الرابع على التوالي بلا نقود وبلا مقابل لكل من يقيمون على أرض تركيا وليس فقط للمواطنين الأتراك إذن كل من يقيم على أرض تركيا يركب لليوم الرابع على التوالي منظومة المواصلات العامة المترو والمتروبوس والترام بلا مقابل في محاولة ربما من القيادات السياسية والشعبية هنا لدعم الناس وتشجيعهم على استمرار النزول والتواجد في الشوارع كما نلاحظ هنا في ميدان تقسيم فإن هناك أعلام ضخمة جرى تعليقها وأن من يقوم بتنظيم الميادين العامة هي البلدية وكذلك عدد من الهيئات الحكومية ليس فقط في ميدان تقسيم وإنما في شارع وطن في الفاتح وكذلك أمام الأمنيات في نفس الشارع وفي عدد آخر من الميادين هناك خدمات لوجستية تقوم بها الهيئات التابعة للإدارة المحلية مثل المطافي والإسعاف وشركات المياه من أجل دعم التظاهر ودعم استمرار المواطنين في البقاء في الميادين العالم التركي يرفرف ليس فقط فوق المقارر الحكومية وإنما فوق المباني الخاصة وفوق الشركات الخاصة وفوق السيارات حيث ربط عدد كبير من المواطنين الأتراك العالم التركي على سياراتهم وتجولوا به في الشوارع بن علي يلدريم كان لافتاً أيضاً في مؤتمره الصحفي أنه استخدم نبرة خطاب أشد قسوة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وقال أن إذا طالبتنا الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مزيد من الأدلة على تورد زعيم ما يسموه التنظيم الموازي في هذه المؤامرة فإن هذا ليس تصرف أشقاء بين حين وآخر تتزايد أعداد الإنقلابات قبل تقريباً ساعة من الآن جرت حادثة إطلاق نار أمام أحد المباني الحكومية في العاصمة التركية أنقرة وجرت السيطرة على الوضع وتم القضاء على من أطلق النار بالأمس جرت أيضاً محاولة إطلاق نار داخل مطار صبيحة وهو المطار الثاني في إسطنبول ويقع في جانبها الآسيوي جرت السيطرة على هذه الحالة واعتقال من قاموا بها والذين قالت عنهم الشرطة فيما بعد أنهم كانوا عناصر من الانقلابين لكنهم رفضوا أن يسلموا أنفسهم فجرى الاشتباك معهم حتى استسلموا وجرى توقيفهم واعتقالهم على ذمة المحاولة الانقلابية التي حتى اللحظة تتكشف خيوطها على الأقل من خلال من يجري توقيفهم التوقيف بدأ في البداية بعدد من عناصر القوات الجيش التركي ثم انتقل لعدد من القضاء ويوم أمس تم توقيف عدد من رجال الشرطة واليوم تم عزل عدد آخر من رجال الشرطة إذن التوقيفات والاعتقالات تتم في الجيش وفي الشرطة وفي القضاء في الشارع مشاهدين الكرام ما نلاحظه من تواجد أن الانتشار كله هو لرجال الشرطة لرجال الداخلية ولا نلاحظ أي تواجد لرجال الجيش لا في الميدين العامة ولا في الطرقات حتى عمليات الاشتباك مع الجيوب الانقلابية كلها تتم من خلال الشرطة المدنية التابعة لوزارة الداخلية حماية الكبار العامة والمؤسسات الحكومية كلها تتم من وزارة الداخلية التي تلقى ترحيباً واسعاً من المواطنين الأتراك في الشوارع كلما مرت سيارة تابعة لمكافحة الشغب أو الشرطة أو حتى عناصر من الشرطة يسيرون في الشوارع تلقوا تحايا من المواطنين في الطرقات ويبدلهم رجال الشرطة بالتحايا برفع الأعلام التركية وإشارة علامات النصر للمواطنين قبل أمس بالتأكيد كانت ساحة تقسيم أحدى الساعات الساحات التي نزلت إليها الدبابات في ساعات الانقلاب الأولى خلفاً هذا المبنى حاصرته المدرعات والمجنزلات ثم وقفت أمامها قوات الشرطة إلى أن بدأ المواطنون الأتراك بالتوافد بقيت الدبابات والمجنزلات يوماً كاملاً كانت تحتليها قوات الشرطة بالأسلحة المدنية إلى أن جرى رفع هذه الدبابات والمدرعات عملية رفع الدبابات والمدرعات من الشوارع لا تقتصر فقط على شارع تقسيم وإنما على كل المدن التركية شاهدنا مطار أتترك المطار الرئيسي في إسطنبول وبجواره الدبابات والمجنزلات التي كانت تسد مدخله حرفها عن الطريق ووضعها تحت حراسة رجال الشرطة والمواطنون أيضاً يتوفدون عليها من أجل أن يغتقتوا مع الصور التذكرية لكن يبدو أنه واضح أن الحكومة التركية تحاول قدر الإمكان إزالة كل مظاهر الخروج عن السيطرة وهي حريصة اليوم كل المسؤولين الأترك تقريباً في تصريحاتهم يفتخرون بأن الدولة عادت للعمل مرة أخرى وأن ما كانوا يخشون أن يحدث في ساعات الصباح الأولى اليوم يعني لم يحدث وأن الليرة التركية لم تفقد قيمتها بصورة كبيرة كما كان متوقعاً بل الاقتصاد التركي يعمل بشكل طبيعي كما كان قبل الانقلاب العسكري الطرقات مشاهدين الكرامة الطرقات الرئيسية تشهد الزحام المعتاد الذي كان يحدث في مثل هذا اليوم من الأسبوع لكن كما قلت أن مكينات تحصيل الأموال في الباصات العمومية وفي الميترو بوس وفي الميترو جرى تشميعها من أجل أن لا يدفع المواطنون لأن الحكومة التركية قررت أن يكون أركوب المواصلات العامة واستخدامها لكل من يعيش على أرض تركيا مجاناً اليوم بل تعدى الأمر أن شركات الاتصالات سواء الحكومية أو الخاصة أعلنت بتحويل مبالغ مقضية على حسابات المواطنين للاستخدام الشخصي احتفالاً بفشل المحاولة الانقلابية المسؤولين الحكومين يتحدثون عن أن الانقلاب صار مستحيلاً أن ينجح لكن لا يستبعدون أن تكون هناك عدد من العمليات الانتقامية وتم نفي رسمياً اليوم أي تواجد للطائرات حربية مفقودة وقال ابن علي يلدريب أنه جرى جرد للطائرات وتم تأكد أن كل الطائرات العسكرية تحت سيطرة الحكومة وتحت سيطرة الدولة طبعاً لافت في ما يجري في محاولات السيطرة على الانقلاب أن في كل هذه المحاولات كان يتم الاستعانة بالمدنين حتى بالأمس حينما كان القاعدة العسكرية المتمردة التي كانت لا تريد أن تعود مرة أخرى تم توجيه الأوامر للقيادات المحلية والشعب أن يتوجه بسياراته الخاصة ليقطع المدرج الرئيسي حتى لا تتمكن هذه الطائرات من الإقلاع من المطارات التي كانت خارج السيطرة بالنسبة للتواجد العربي هنا في اسطنبول فنلاحظ أن العرب هم جزء أصيل من كل التحركات المناهضة للانقلاب العسكري هنا في مدينة تقسيم في التظاهرات الحاشدة التي كانت موجودة طوال الليل كان عدد كبير منها من السوريين والمصريين والعراقيين كانوا حتى يحملون أعلام تلك البلدان ويرفعونها عالياً ويهتفون بالهتفات باللغة العربية ويؤكدون دعمهم ومتابعتهم وتأييدهم للحكومة التركية ضد هذا الانقلاب نلاحظ هنا مشاهدين الكرام أن هذه السيارة التابعة للبلدية التي تقوم بالإشراف على تركيب العالم وتعليقه أيضاً عدد من السيارات التابعة للبلدية تقف في الميدين الرئيسية وتقوم بتوزيع العالم التركي مجاناً على المواطنين حتى يستخدموه في تظاهراتهم نستطيع أن نفرق بين نوعين من التظاهرات تتم في شوارع اسطنبول على الأقل هناك تظاهرات عفوية مثل التي تمت هنا بالأمس في ميدان تقسيم يتوافت ألف المواطنين على ميدان ويتحدثون ويتكلمون ويرفعون لافتاتهم وهناك مسيرات نلحظ أنها لها خط سير تسير بشكل معين يتم الدعوة إليها من القيادات السياسية والقيادات البلدية وقيادات البلديات طبعاً رغم حملة الاعتقالات الكبيرة في صفوف البلديات إلا أنه من اللافت أن القيادات البلدية كانت جزء كبير من تشارك بشكل كبير في المسيرات الموجودة في الشوارع نتحدث هنا وفقاً لبن علي يلدريم رئيس الوزراء حيث قال أنه جرى خمسة من القضاء وتوقيف 2700 موظف السلك القضائي وكذلك أتحدث عن اعتقال عدد من قائم مقام المدن رغم ذلك فإن القيادات البلدية ربما التابعين لحزب العدالة والتنمية وغيرهم يتواجدون في الفعاليات العامة مستشاري الوزراء ومستشاري مجلس الوزراء يتواجدون ويهتفون في الناس ويتحدثون إليهم ومتواجدون في الشوارع طبعاً اليوم لازالت جنازات من قضاء ونحبهم تتواصل سواء في أنقرة أو في إسطنبول أو في عدد آخر من المدن التركية هذه الجنازات يشارك فيها القيادات السياسية بالأمس شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس السابق عبدالله جول في تشييع عدد من من قضاء ونحبهم في شارع من مسجد السلطان محمد الفاتح في منطقة الفاتح بإسطنبول واليوم كان هناك أيضاً جنازات أخرى واليوم كان هناك جنازات أخرى تم تشييعها من أنقرة لكن كما قلت الجبل الجليد الذي هو تحت محاولة الانقلابية لازال يتكشف ساعة بعد ساعة خاصة مع التسريبات التي حصلت عليها الجزيرة والتي كشفت الخطة الكاملة لعملية المشاركة الواسعة فيها سواء من عسكريين أو قضاء أو حتى موظفين مدنيين وأمس انضم إليهم أيضاً عدد من عناصر الشرطة التي يرد إليها الأتراك الجميل بسبب تصديها لهذه المحاولة الانقلابية إذن نحن لا زدلنا في المرحلة الثالثة ما يمكن أن نطلق عليه من المرحلة الثالثة من العملية الانقلابية الفاشلة في المرحلة الأولى جرى نزول الدبابات في المرحلة الثانية جرى نزول القوات المضادة قوات التابعة المخابرات والداخلية والآن تجري عملية وقف وضبط وقطع خيوط هذه المؤامرة لازالت العملية مستمرة نتابع ردود الفعل على مستوى الشارع على مستوى الساسع على مستوى النخب كيف تجري الأمور في تركيا إذن مشاهدين الكرام مستمرون معكم في تغطياتنا المتتابعة متتابعة لا تذهبوا بعيدا والآن نترككم مع هذه الصور الحية التي ننقلها لكم من ميدان تقسيم بإسطنبول شكرا شكرا